احنا نستخدم في الحالة دي التمويل العقاري يا باش مهندس يحل المشكلة دي التمويل العقاري مهم جدا ومعمول في كل الدول المشكلة التمويل العقاري بيستخدم الوحدة جاهزة للسكن معظم الوحدات عند المطورين بتتباق أوف بلان وعبال ما بتنتهي بيكون العميل بسدد 60% تقريبا معظم الشركات بتسلم الوحدة عند 60% 65% فالوحدة مزالت غير جاهزة للسكن في نفس الوقت معظم السوق أو 90% السوق بيسلم وحدات نصف تشتيب صحيح فبرضه لسه مش جاهزة للسكن يعني نقدر نقول كده أن احنا محتاجين نعدل في قوانين التمويل العقاري مزبوط حسن كده معظم المطورين النهاردة بينادوا أن هما إزاي يقدر التمويل العقاري يتطبق على الوحدات التي تحت الإنشاء يتعمل بنسب الإنجاز الموجودة يصرف نسب من التمويل من التمويل اللي بيتاخد للعميل دي كلها كانت معمول بها قبل 2008 ولكن البنك المركزي جيه وقفها يصعد بيحصل شركات بتاخد تمويل على الشركة ونفس المشروع بتاخد تمويل للعميل فديه المحوظة البنك المركزي وقفها ولكن معظم المطورين بينادوا بيرجوعها مرة تانية لأن السوق محتاجها النهاردة معظم المطورين محتاجينها بقوائد وشروط واشتراطات معينة تمنى اللي حصل قبل 2008 فطبعا لو حصل التمويل الموافقات على التمويل تسهيلات في التمويلات تحت الانشاء تفعيل قانون التمويل العقاري للمباني تحت الانشاء هيكون مفيد جدا في السوق في هذه المرحلة بالذات هل حضرتك متوقع أن ده ممكن يحصل لعشرين او اربعة عشرين؟ موظم المطورين بينادوا بيه وبقى مهم جدا للسوق نأمل أن التخوفات اللي عند البنك المركزي أو اللي عند البنوك عشان ما يحدث أي خلل ما يحصل فيه دابل فاينانس أعتقد كل المطورين عندهم باستعداد يطبقوا أي شروط وتتفعل هذه المنظومة